السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم أكيد كلنا سمعنا على الفيروس الخطير الذي انتشر في الصين فيروس كورونا هذا الفيروس الذي أصاب العديد من الحالات اليوم يصيب الهواتف وبسبب تفشي عدوى الكورونا وعطلة رأس السنة الصينية مدت الحكومة رسميا العطلة كوسيلة لمحاربة انتشار العدوى لذلك أوقفت الكثير من المصانع عملها وستبقى متوقفة عن العمل لفترة طويلة مما سيؤدي إلى ضرر كبير للعديد من الشركات وأولها سامسونج التي على صدد الإعلان على سلسلة S20 وأبل التي ستعلن على AirPods والiPhone 9 وغيرها من الشركات يبدو أن فيروس كورونا واسع الانتشار سيؤثر على عدد من سلسلة توريد بما في ذلك الأكسسوريز التابعة للسامسونج جالاكسي S20 يعني مع إصدار الأجهزة الجديدة من سامسونج فلن تجد أي كوفر أو أي سكرين بروتكتر أو غيرها من الأكسسوري التابعة للجهاز بما أنها كلها يتم صناعتها في الصين وكما ذكرت سابقا فأغلب المصانع عاطلة على العمل في هذه الفترة بالنسبة لأبل أخبار عن إمكانية إيقاف خط إنتاج الآيفون 9 والإيربودز الجديدة التي كان من المنتظر أن يتم الإعلان عليهم في شهر مارس ووفقا لتقارير صينية فإن الفيروس انتشر إلى مقاطعة هوبي التي تضم أكثر من مئة حالة مؤكدة التي تجاور مقاطعة جواندونغ التي تستضيف مراكز إنتاج أبل الرئيسية ومن المتوقع أن تبدأ شركة أبل الإنتاج الضخم لأجهزة الآيفون 9 في فبراير لتعلن عليهم في شهر مارس وتبدأ بيعهم في نفس الشهر كما أن أبل تمتلك مصانع أخرى في مدن ليس بها الفيروس فمن المتوقع أن يتم الإعلان على الآيفون 9 في وقته الأصلي لكن سيكون متوفر كميات محدودة في الفترة الأولى في ختام الفيديو أصدقائي نتمنى أن يتم القضاء على هذا الفيروس في القريب العاجل كما ندعو الله أن يعم السلام في الوطن العربي وفي آخر الفيديو إذا أعجبكم لا تنسوا أن نقر على الزر لايك وأن تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد إلى اللقاء وشكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر